محمد عدلي حبيبي حبيبي حقك وأقل من حقك تعالي نخدها واحدة واحدة يحيا وكنوس دي تولدت إزاي؟ يحيا وكنوس كانت تولدت بالصدفة يعني أنا طول الوقت بحس أن أنا بسأل نفسي سؤال ليه ناس كتير ممكن مش مصريين بيقدموا الحضارة المصرية القديمة من وجهة نظرهم بالمراجع اللي هم بيقروها بطريقتهم هم حتى بيستغلوا الأحداث الحضارية العظيمة اللي بتحصل عندنا بطريقتهم فطول الوقت كنت عاوز أستغل الحدث حضاري عظيم زي حفل موكب المميوات لصالح نحن إن أنا أربط اللي حصل دراميا في عقل الجيل الجديد حتى الكبار مش الصغيرين بس فالفكرة كانت صدفة يعني مجرد سطر أو والله عايز أقولك إن هاريكورد على الواتساب بينيو بين المشرف العام على المشروع كله أستاذ إسلام عبد الحكيم قلت له إيه رأيك لو في طفل صغير عنده فضول وحضر حفل المميوات الموكب مع فرحلة مدرسية والفضول خلاه يدخل جوا عربة وملكية وحصل يعني حاجة اللي هم اقتشافت في الحلقة التانية ممكن يحصل إيه إنت من رأيك وفجأة الفكرة الحمد لله بعد شغل كتير تحولت لمعالجة والمعالجة بقت حلقات والموضوع كبر والحمد لله يعني خدنا شهور عشان ننفزه فأنا بعتبر أن يعني يحيى كنوز هو خطوة على الطريق طويل خطوة مهمة على الطريق طويل يخلينا نقدر نقدم معلومات دقيقة وصحيحة في إطار كوميديا في إطار درامي لايء للأطفال إحنا دايما كان عندنا أو أنا كنت بشوف كده إن إحنا بنقدم يا إما درس تعليم معلومات بشكل صريح أو أعمال مش لايءة على جيل بيفهم في السوشيال ميديا أكتر من أجيال كتير أكبر منه فإحنا حاولنا نعمل أو نحقق المعادلة الصعبة دي في إحيا وكنوز نخلي العمل المشوق لايء على الطفل بيخطبه باللغة بتاعته وفي نفس الوقت كل معلومة فيه حقيقية ودقيقة 100% فيه ميزة حلوة في العمل جزء منها مبني على شيء ما هو نقيصة لدينا إن إحنا ثقافتنا فيما هو متعلق بالحضارة المصرية القديمة ما هيش ثقافة كافية للأسف برغمنا حضارة نحن صحيح وبدأنا ننتفض ونقرأ ونفكر وإحنا بنتفرج على موكب المميوات وعلى الاحتفال بتعطريق الكباش فحصل زي انتفاضة كده لدى جميع المصريين ويتموا بهذا الموضوع ده كان بيتوكب مع كشفات أسرية كتير جدا حصل في السنتين ثلاثة اللي فاتوا دول لكن إن أنا أقدم عمل الولاد يستفيدوا منه والكبار كمان أصبحوا بيتابعوه ومستمتعين به دي برضو معادلة صعبة يا عدلي صحيح لإن إحنا المعلومة عندنا موسقة وده تقدم في إطار درامي مشوق مش بس للطفل إنت لما شخص ناضج أو شخص كبير هتتفرج على العمل أنا واثق أنه بالنسبة 90% من المعلومات اللي إحنا قلناها لم تناقش في أي عمل درامي مصري وإن كان في أي عمل بشكل عام إحنا معنا سيرة 12 ملك وملكة بالمناسبة يعني في الحلقات اللي جاية فيها ملكات محدش قدمهم بالشكل بتاعنا ده قبل كده يمكن إحنا الموضوع ده طبعا خدم مننا وقت كبير عندنا فريق رسوم متحركة ضخمة جدا اشتغل على الموضوع لشهور المدققين التاريخيين مش بس اشتغلوا على الورق أنا عايز أقول لحضرتك أنه هم اشتغلوا على الملابس بتاعة الشخصيات كانوا بيعودوا مع المسؤولين عن الرسوم المتحركة بعد ما خلصت أنا الكتابة ويبدأوا يتعاملوا المصر القديم ما كانش بيحارب مثلا بالسيف لغاية فترة معينة فمش هينفع نتعامل في المعارك اللي ما قبل هذا الملك بالسيف وبالتالي المعارك هيبقى فيها الأدوات الحرب الفلانية والفلانية اللي كانت معروفة في الزمن ده كل حاجة كل حاجة احنا الأستاذ الدكتور خالد غريب صراحة بشكره جدا مقدم لنا كل اللي احنا محتاجينه من أول ما كان الموضوع مجرد فكرة وبدأنا نتعاون سوا لحد يعني ان شاء الله لما نخلص الحلقات كلها بإذن الله يعني عمليا احنا تم بزل مجهود في التدقيق التاريخي حتى على مستوى الملابس الأدوات كل حاجة كل حاجة ما بنعملش مسلسل كرتون حبوب لذيذ نسلي بيه على الزغيرة وهو ده اللي احنا كنا عاوزينه احنا ما كناش عاوزين حد يقعد السوشال ميدا دلوقتي ما بترحمش الناس قاعدين والجمهور العادي بقى فاهم جدا بقى عارف بقى فاهم والناس للأمانة مش هتغلب في معلومات يعني لو شكت في معلومة وحبت تجيبها وقررت ان هي هتعلي عليك هتعمل ده اصبح كمان اصبح فيه شراسة نقدية على السوشال ميدا صحيح يعني يغتالك لو غيرت واقرب حاجة ان العمل ده مش ملمة او ما زاكرش كويس او ما عملش فاحنا كنا خلاص هنكتب كنا بنقعد سواء بنتفق على المادة التاريخية قبل الدراما احنا طوعنا الدراما للتاريخ مش العكس علشان انا قلت له مش تغلوا بكل راحتكم وانا اللي معاكم مش العكس وبناء عليه بدأ تاخد منهم واشتغل من وراهم فعملنا الحمد لله شغل معلومات جيدة جدا هتنفع الكبير وهتنفع الصغير وفي نفس الوقت في اطار لذيذ يعني طيب ساعات بنبقى عندنا تخوفات كبيرة جدا من انه لما نيجي نقدم عمل موجه للاطفال ان احنا بنبقى خايفين انه يظهر بلغة ما بين قصين عبيطة صحيح فالعيال الزغيرة تقولك ايه يا عم الكلام الفاضي ده هو ايه شفا كم يتافع فكم يهايف محدش بيتكلم كده محدش بيسأل اسئلة الهابلة دي مش عارف الكلام منه وانتو تخطيتو ده تماما الحمد لله احنا قدرنا نعمل ده عشان زي ما قلت الحراك في الاول احنا عاوزين نحقق المعادلة ان احنا بنخاطب جيل مختلف تماما عننا واحنا صغيرين احنا انا عرف اولاد 15 سنة و14 سنة عندهم فولورز على الانستجرام ارقام كبيرة جدا وبيعرفوا يتعاملوا وبيعرفوا صوروا كويس فانت مش هتقدر تضحك عليهم بحاجات انت فكرها انها مناسبة للطفل كلمة الطفل هي فتفاضة جدا في الاخر انت بتخاطب جيل ليه قلياته وليه الدنيا بتاعته اللي مش شرط ابدا تكون شبهك ككاتب وبالتالي انا فكرة ان انت تتعامل مع الطفل طبعا الطفل ليه خصوصية وفي اللغة وفي كل حاجة بس الدراما في اي شكل هتقدمه ليها معايير معينة بعيدا عن فكرة الموهبة انت لازم تتعامل معا ان هي حرفة بتتقنها لها ادوات لازم تبقى عارف الهدف المشروع اللي انت دخله وبناء انا عليه هتقدر تخاطب سواء طفل سواء مرأة سواء ايا كان المشروع بتاعك بيستهدف مين هتقدر تتعامل معاه فانا اتعاملت مع المشروع ده بنفس الطريقة ان انا انا ما كتبتش للاطفال قبل كده ومع ذلك الحمد لله الموضوع طلع بشكل كويس ما كنتش قلقان كده وقلبك بيه جدا كنت قلقان جدا بعد ما كتبت اول تلات حلقات او حلقتين كنت قلقان وبعدها قابلت سيد يوسر الفخراني وهو اللي نصحني بفكرة ان انا بشكره جدا هو اللي نصحني بفكرة المراجعين التاريخيين هو اللي قال لي لازم تعتمد على الناس دي ولازم يكون متخصصين جدا ومن بعدها الحمد لله بدأت اكتب في الحلقة الرابعة لحد الحلقة تلاتين كنت تتصور ان المسلسل الحمد لله وشكرا ما شاء الله كمان يحقق هذا الكم من النجاح او هذا المستوى من النجاح كنت خايف كنت خايف جدا لان احنا الوقت كان عندنا تحدي الوقت كبير ان احنا طول الوقت بنسجل صوت هما بيشتغلوا بنعدل كتابة عادنا كتير جدا نعدل في السيناريو مع استاذ محمد عيد المخرج ومع الفريق بشكل عام كل واحد كان عنده وجهة نظر كان بينقلها لي وانا بحاول اترجمها على الورق يعني فكان فيه خوف اللي هو يعني يا رب المجهود اللي احنا بنعمله ده كل الناس تحس به ما تشوفش الموضوع اللي هو ايه ده يعني مجرد أنيميشن ومجرد زي ما بينقصين كارتون بيسلينا واحنا بناكل وتمام بقى يلا نشوف المسلسل الجامد قوي اللي بعده خاصة ان احنا السنة دي عندنا يعني حاجات جامدة جدا فالموضوع كان فيه خوف كبير بس الحمد لله يعني ربنا ربنا كرمنا يعني تعرف دوقتي الاطفال بيتنافسه على يحيى وكنوز والكبير قوي طبعا يعني فدي المنافسة الشارس صحيح والجيد في الموضوع انه اللي اتنين بتوعنا الحمد لله اختراعنا كتابتنا افكارنا مبدعينا صنعنا يعني ودي حاجة حلوة طيب المسألة انه انت عارف احنا عادنا لسنين طويلة انا عندي 47 سنة فانا من الجيل اللي شاف يعني كرتون مدبلج لحد ما يعني خلال استعبت اه اه انا لحقت الكرتون المدبلج كرتون روسي مدبلج ده كان يعني اه من مقايا فترة الستينيات وحاجات كتير وبعدين دخلنا في الكرتون الياباني الياباني طبعا وطبعا الامريكاني حدث ولا حرار طبعا لقد الوقت فلما بلاقي كرتون مصري حلو ببقعت كده ايه مشرقب بالعلق رفع رصي كده وسعيد وما كنتش متصور ان احنا بعد بكر هنعمل حاجة صحيح فجاء يحيى وكنوز الحمد لله فتح لنا كنوز عرفنا ان احنا المواهب في مصر لا تنضب على الاطلاق يحيى وكنوز بقى هيكمل معنا تلاتين حلقة ولا هيبقى يحيى وكنوز واحد واثنين وثلاثة والله انا يعني دي حاجة بتاعت ربنا ان شاء الله ربنا يسهل ويبقى موجود بس انا نفس السنة دي نكمل نجاح بنفس الطريقة لغاية الحلقة 30 يعني انا اللي اقدر اقوله ان او اللي اقدر اوعد بي ان شاء الله احنا لحد الحلقة 30 عندنا مفاجآت وعندنا قصص حلوة جدا وعندنا حكايات حلوة وعندنا معلومات يعني هتبقى مفيدة جدا سواء للطفل او لأي شخص كبير لكن فكرة الاجزاء دي بتاعت ربنا يعني ما اقدرش اتكلم فيها يعني الجمع ما بين اليقين بالله سبحانه وتعالى وتوفيقه والتصرحات الاوروبية جدا انه ايه احنا شغالين على القراجك دا وهنكمله باذن الله على نجاح وهجين بقى نكمل والله انا انا عايز اقول لحضرتك حاجة هو مشروعه زي دا اعتقد يعني انه هو انتجيا ضخم يعني كبير جدا هتتلفت وتوصل لكاملة معرفش معرفش بس هو واضح انه كتير اه كتير اصلا انا مكلف مكلف جدا ومتعب جدا وحنا لقينا كل الدعم من الشركة المتحدة ومن شركة هاشتاج ميديا ان احنا نكمل حاجة وارد جدا أو يعني هي مش حاجة ربحية بالدرجة الأولى أنت بتقدم حاجة أنا ما بحبش كلمة توعوية بس هي فعلا هي بتوعي جيل جديد أو بتسلي الجيل بشكل لطيف بشكل فيه معلومة بتقدم معلومة فأنا أعتقد أن اللي هياخد خطوة زي دي يعني إن شاء الله هيكملها يعني هو بالمناسبة ما فيش كرتون تم إنتاجه في العالم إلا وكان وراء مسج يعني ما حصلتش الكرتون بيبقى رايح لمسج صغيرين وكبار لتنين وإنه الصغيرين دي في يوم الأيام هيكبروا ويبقى فيه في وجدانهم شيء أصبح هيعيش معهم إن الغد وقت فاكرين بكار زي ما حدرك بتقول بزبط في حياتي وكلوز مصر القديمة التين أسرة زائد الأسرة صفر يعني بنتكلم على عشرات الملوك والملكات صحيح اخترت على أساس إيه إحنا قرينا كتير جدا يعني قعدنا المادة التاريخية كانت أكبر من اللي اشتغلنا فيها كدراما كتير قوي بدأت أشوف أنهي الأمت عدرامية أنهي اللي لما هيتكتب هيعجب الناس أنهي اللي فيه أحداث مهمة وفي نفس الوقت جديدة لأن إحنا عندنا بعض الملوك والملكات هم اللي على لسان المصريين طول الوقت حتش بسوت كذا وكذا وكذا فأنا كنت إحنا قدمنا ده بس في نفس الوقت حاولت أروح لقصص بعيدة شوية عن المتداول عند المصريين وبالتالي حتى لو أنت خدت مني سطر واحد هتقدر تروح تكمل بحث عن المعلومة وتستفيد فأحنا الأول كان فكرة الأمتع القصة الأمتع أنك بتقرأ قصة ينفع تتقدم في قالب درامي أو في قالب درامي ممتع للناس ثم المعلومة مش هزور الأكثر ندرة بس اللي مش متداولة أولا فهمت فبنان عليه كونا القايمة دي يعني كلام ده بالنسبة لي المطمني لحد الحلقة 30 بل إنه تفاقلي وصل لحد الجزء الثاني بإذن الله واللي أنا حب إنه ما يبقاش بس مقترن برمضان والنبي إن استطعتم إحنا طبعا نشجع المتحدة على إنه تخش بقلب بعد هذا النجاح العظيم فتخش بقلب تاني في الجزء الثاني والثالث والربع والعشر والتسعتاشر وهكذا أده أدود يا رب أنا كنت عايز نوع دكتور ده همنا الوقت مع كل ألم وكل أسم بسنة مبسوط وسعيد ومتشرف وأنا جد وأنت طيب ورمضان كريم عليك واشكر لي بنيابك كل فريق العمل اللي اشتغلت أنا عايز أشكر كمان كل نجم جيوا وحطوا صوتوا على شخصيات معنا يعني مش عايز أقول أسامي بس وبصراحة بشكرهم كلهم هم أضفوا للعمل جدا يعني صح صح والنسبة طبعا نحن عارفين أن جم المصريين أصواتهم دايما منورة الدبلاش بتاع الأفلام العالمية نورتنا محمد عدلي كاتبنا ومبدعنا الرائع الرجل الذي فجر لنا مسلسل أكتر من عظيم يحيى وكنوز زي ما قلتلكم في أول يوم اتكلمت عن المسلسل خليوا أولادكم يتفرجوا عليه ونصحتي أقعد جنبهم ليس للمراقبة ولكن صدقني هتستفيد لأنها بجد معلومات ومتعة وحاجة لطيفة وشيء أكتر من عظيم خلصت الحلقة لحد كده يا محمد للأسف هنعمل إيه بقول لكم إيه إحنا نتوكل إحنا على الله وانتظرونا بكرة في نفس المعاد وبرنامجكم التاسعة سلام عليكم